أهلاً بحضراتكم على مدار السنوات الماضية أبدت السياسة المصرية تجاوباً كبيراً في التفاعل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها الرئيس عبدالفتاح سيسي ومنذ توليه الرئاسة حارص على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح بذلك أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء المنظمة عام 1945 كانت مصر ضمن الدول المؤسسة للمنظمة الدولية والتي بدأت عضويتها فيها مع انطلاق الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945 مصر حرصت على المشاركة في الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة وعدد من الفاعليات والجلسات الخاصة بالمنظمة منذ نشأتها الرئيس عبدالفتاح سيسي شارك في اجتماعات الدورة التاسعة والستين في سبتمبر من عام 2014 وتطرق خلال كلمته إلى طبيعة ما قام به الشعب المصري من تحولات تخلص خلالها من قوة التطرف والظلام واستعاد مسيرته المعتادة في ركب الحضارة الإنسانية وأدت كلمات الرئيس بالفعل آنذاك إلى تفهم دولي لما يدور في مصر من خطوات على طريق بناء دولة مدنية حديثة في سبتمبر من عام 2015 شاركت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة السبعين حيث تطرق إلى عدد من الموضوعات الدولية وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم في دفع عملية التنمية شاركت مصر أيضاً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين عام 2016 والتي عقدت تحت عنوان قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك كذلك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين عام 2017 والتي تطرقت إلى مخاطر الإرهاب تحت عنوان على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة وعلى همش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة عقد الرئيس السيسي 22 لقاءاً بارزاً منهم لقاءات مع ترامب ونيتنياهو والرئيس الفلسطيني ورئيس البرازيل وشركات أجنبية واهتم السيسي بإبراز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز أهمية إقامة دولة فلسطينية في عام 2018 شرقت مصر في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية بحضور الرئيس السيسي حيث استعرض أجندة زاخرة بقضايا دولية وإقليمية وقومية هامة بالإضافة إلى جهود مصر في محاربة الإرهاب في عام 2019 شرقت مصر في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر واستعرض خلال هذا البيان المواقف المصرية زاء القضايا الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط في الثلاثين من سبتمبر من عام 2020 شرقت مصر في الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس وتطرق الرئيس وقتها في بيانه إلى عدد من القضايا الإقليمية الدولية وصيانة السلم والأمن الدوليين أما في عام 2021 فقد شارك الرئيس السيسي بكلمة مسجلة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد خلالها أنه لا سبيل الاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية والتي كانت ومزالت القضية المركزية للأمة العربية وذلك عبر التفاوض استنادا إلى مقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في عام 2022 شرقت مصر في الدورة السابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نقشت العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم والدور المتوقع والمطلوب أن تطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولي والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة أما في عام 2023 فقد شرقت مصر في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انعقدت تحت عنوان إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع شرقت مصر كذلك في عدد من الجلسات والقمم الخاصة بفلسطين ومن ضمنها جلسة الإقرار بحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والتي انعقدت في العاشر من مايو الماضي وهكذا تواصل مصر ممارسة دورها الدولي كإحدى أقدم الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأكثر الدول التزاما بمسؤولياتها وأهم الدول المؤثرة في قرارات المنظمة الدولية ترجمة نانسي قنقر